البرلمان يبدأ اليوم العمل رسمياً بإحالة ما لا يقل عن ستة مشاريع قوانين على لجان مختصة وأهم هذه المشاريع الذي أسار الكثير من الحبر وأيضاً الكثير من الجدل مشروع قانون الغاية التقاعد النسبي الذي لاقى رفضاً واسعاً من كبرى التنظيمات النقابية أهم ما جاء في مشروع القانون الذي تحوز القناة على نسخة منها فحزب ما جاء في المادة السادسة يتوقف وجوباً استفادة العامل من معاش التقاعد على استفاء الشرطين الآتيين بلوغ الستين سنة من العمر على الأقل غير أنه يمكن إحالة العامل على التقاعد بطلب منها ابتداء من سن الخمسة والخمسين سنة كاملة قضاء خمسة عشر سنة على الأقل في العمل مع دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي يتعين على العامل الاستفادة من معاش التقاعد أن يكون قد قام بعمل فعلي تسوي مدته على الأقل سبع سنوات ونصف مع مراعاة أحكام المادة العاشرة أدناها يمكن للعامل أن يختار إرادياً مواصلة نشاطه بعد السن المذكورة أعلاها في خدود خمس سنوات مشروع القانون تحدث عن استثناءات يسقط معها التقاعد النسبي وفق ما جاء في المادة السابعة يمكن أن يستفيد من معاش التقاعد قبل بلوغ السن المنصوص عليها في المادة السادسة العامل الذي يشغل منصب عمل يتميز بظروف جد شاقة بعد قضاء فترة دنيا في هذا المنصب المشارع أحل على التنظيم قائمة مناصب العمل الجد شاقة والأعمار المناسبة لها وكذل فترة الدنيا الواجب قضاءها في هذه المناسب المشارع تحدث أيضا في المادة السابعة مقرر على أنه يمكن أن تمدد بطلب من العامل المعني سن التقاعد المذكورة في المادة السادسة أعلاها بالنسبة للوظائف ذات التأهيل العالي والمهن ذات التأهيل النادر على أن يتولى التنظيم أيضا تحدد قائمة هذه الوظائف ذات التأهيل العالي والمهن ذات التأهيل النادر وكذل شروط وكيفية تحويل الحق في تمديد سن التقاعد والقواعد الخاصة بتصفية المعاش المتعلقة بها عن طريق التنظيم الحكومة تبرر إلغاء التقاعد النسبي بتجاوز الظروف الاقتصادية التي استوجبها هذا القرار في التسعينات لكن الأكيد أن لزمة الاقتصادية التي تموض بها البلاد أوجب البحث عن مداخل إضافية للحفاظ على منظومة التضامن الاجتماعي ليبقى الأهملان الكشف عن مناصب العمل الجد شاقة التي سينال أصحابها حضوة التقاعد المسبقة